إذن لأهمية هذا الموضوع من المهم أن نتوسع به أكثر لذلك ينضم لنا اختصاص الطب النفسي دكتور عبد السلام الحكيم أهلا فيك دكتور وصباح الخير دكتور يعني الحرمان من الحياة الطبيعية أم تغيير الوظائف الجسدية أم فكرة المرض بحد ذاتها أيها هي المسبب الأساسي للاكتئاب لدى المرضى سهاء أنا أرى أنه الثلاثة الأثاث المواضيع مجتمعاتا هو الحرمان من ممارسة الحياة العادية المريض ممكن أن يحرم من الرياضة ممكن أن يحرم من الحركة يمكن أن يحرم من بعض الأطعمة عدم ممارسة حياة الطبيعية والمرض بحد ذاته أو تأثير الإنبكت تبع الخبر أنه في مرض بحد ذاته ممكن يسبب صدمة الشيء الثالث المرض بحد ذاته ممكن يكون عنده مضاعفات من هذه المضاعفات هي الاكتئاب فيه شيء رابع أحيانا لا ينتبه إلى المشاهدين وهو أدوية المرض بحد ذاتها في بعض الأدوية السايد إفكت عليها هو في موضوع الاكتئاب فعلا طيب كيف تأثر الأمراض المزمنة على صحة نفسية للمصابين بها زي ما شفنا في التقرير مثلا مريضة السرطان هذه أكيد فيها تعمل تأثير كبير على صحة الشخص النفسية هو ناخد في حالة السرطان حقيقة من أول ما الدكتور يشك أنه في سرطان يبدأ المريض بالقلق وهذا حاجة طبيعية والرحلة تبدأ من أول فحص أو بايابسي يأخذ من جسم الإنسان فهذا الفحص والبيابسي فيبدأ المريض ينتظر ما هي نتيجة المرض وفي حالة ظهور النتيجة يبدأ ينتظر وماذا بعد ماذا يخبئ المستقبل لنا فأول ما يمر بحالة يسمونها اضطراب التكيف غير متقبل تقريبا يظهر عنده أعراض الاكتئاب وأعراض القلق ولكن لم نشخص حالة الاكتئاب إلى الآن فهذا تمتد إلى حد إذا تطور الموضوع ولم نعالج هذه الحالة تطور إلى حالة الاكتئاب يعني دكتور هل تختلف حدة الاكتئاب من مريض لآخر وكيف تختلف أعراضها طبعا حدة الاكتئاب نحن نصدرنا في الاكتئاب إلى ثلاث أصناف اكتئاب حاد اكتئاب متوسط واكتئاب ضعيف هذا نصدرنا في الميجر دي بريشين فهناك عدة أعراض تظهر على الإنسان بحسب أعداد هذه الأعراض ننصدرنا في تصنيف الاكتئاب ولكن من الأعراض هي دائما يكون مزاجه مكتئب لا يستمتع بالحياة ليس عنده الطاقة اللازمة ليقوم بأمور الحياة الطبيعية كالاستحمام كالعمل ويكون هوبليس يعني ما عنده أي شغف للمستقبل فهذه هي على حسب عدد السمتمسة التي تظهر عند المريض طيب كيف ممكن تقلل حدة هذه الأعراض التي حكيت عليها والحد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب للمرضى أنا برأيي بعد أما نبدأ في أمراض مزمنة نعرف نحن نعرف أنه في الستاتيستيك أنه تظهر فيها اكتئاب بشكل كبير جدا كأمراض القلب كأمراض الصلاطانية كأمراض الروماتيزم كأمراض الديابيتيس مالتيبل سكروروزيس وهو الوحي فمع بداية تشخيص المريض بالمرض يجب لقلل فرصة أن المريض يظهر عنده أعراض الاكتئاب يجب أن نشرح المرض بشكل متوسع للمريض يجب أن نشرح أنه أعراض الاكتئاب وأنه ممكن مثلا في حالة الجلطات القلبية ممكن بين أربعة إلى ست أشخاص يتعرضوا من عشرة يتعرضوا لاكتئاب فيجب أن نشرح له أنه ممكن أن تصادفك هذه الأعراض إذا تشتصادفتك هذه الأعراض كما تتكلمنا من قبل في أحيانا الناس تطلع عندهم على أرض الاكتئاب ولكن لا يعرفوا أنه هذا الاكتئاب ما يميزوها يعني دكتور المشكلة أنه مرات الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة المحيطين بهم قد يكونون عامل أساسي في مساعدتهم لتجاوز مرحاة الاكتئاب وعدم التعرض له ومنهم من يزيد هذا الأمر عليهم ويكون مسبب أساسي لتعرضهم للاكتئاب دعونا نحكي عن هذا الجانب الآن الدعم النفسي للمصابين من الأمراض المزمنة هو من أكثر الأشياء المفروض أن نعطيها للمريض لأن أحيانا المريض لا يقدر الحركة لا يقدر أن يقوم بالأشياء اليومية كالاختسال كتنظيف نفسه فأحيانا جدا أنه يكون فيه سبورت من الفاميلي من سبورت كروب هذا يعطي الحافز يعطي لمقاومة المرض الوجه الثاني المختلف الذي تتفضلتي فيه إذا كان الأهل الاموشن عندهم عالي الاسترس عندهم عالي أصلا هم خايفين على المريض بشكل كبير جدا فهذا حقيقة أحيانا يؤثر على الصحة النفسية على المريض وإذا تأثرت الصحة النفسية على المريض فهيؤثر على مقاومته للأمراض المزمنة على المنام طيب دكتور متى من المفترض أن يلجأ المريض إلى تضيب نفسي إلى استشارة نفسية حقيقة إذا ظهرت أعراض الاكتئاب أكثر من أسبوعين فالمفترض في المريض أن يلجأ إلى الاستشارة النفسية طبعا الاستشارة النفسية ليست دائما منتهية بالدواء النفسي أو مضادات الاكتئاب ولكن في العلاج النفسي ومن ثم المجموعات الدعم وأحيانا كثير المكان المتخصص في الأمراض مثلا المريضة التي تكلمنا عليها التي عندها سرطان في قسم خاص اسمه انكو سايكولوجي أو انكو سايكايتري هو الطب النفسي المتخصص بالأورام دكتور لربما قد يلجأ أو يحتاج المريض إلى العلاج الدوائي في حال تعرضوا للاكتئاب ولكن كثير من من يعانون من الاكتئاب يخافون من الأعراض الجانبية لهذه الأدوية دائما في أي دواء تأخذينه أنت توازن بين الأعراض الجانبية وفوائد الدواء نعم نحن نبحث في مضادات الاكتئاب هي موجودة من عام 1950 وقليلا ما قبل 1950 فهذه المضادات الاكتئاب درست بشكل كامل نعرف عندنا معلومات كثيرة على الأعراض الجانبية هل يمكن تسببها أحيانا جدا أنا أعطي أدوية خاصة لتسبيب الأعراض الجانبية لأنه في بعض الأدوية الأعراض الجانبية تباحها أنه تخلي الإنسان ينام أو تأثيرها قوية تأثيرها قوية تخليه نام وهو بأصل يكون عنده قلق وعدم القدرة على النوم فهذه من الأعراض الجانبية هل هي التي تساعده على الأشياء أنا أرى أنه في بعض الأنتي دي بريسانت ما فيها أعراض جانبية كثيرة نعم طيب ما هي مؤخرة أخيرا فقط هنا العادات اللي ممكن الشخص يتباحها المريض يتباحها حتى يخرج من حالة الاكتئاب إذا شعر بها أول شيء أنا أنصح المريض أنه يتبعه أنه لا يقعد في حلقة مفرغة لا يعزل نفسه عن العالم يجب أن يكون بمجموعات الدعم أو الأهل يحدثهم بكل شيء بكل الضغوطات التي تأتي له جميع الأفكار اللي ممكن اللي ممكن أحيانا أنه المريض لا يريد الأفصح عنها لشيء أو آخر فهذا مهم جدا أن يمارس حياته الطبيعية بقدر الإمكان أن يذهب إلى الطبيب النفسي المعالجة السيكولوجية أو المعالجة هذه فعلا مهمة وبغير مضروري أن يأخذ الأدوية نعم بتأكيد الجانب النفسي هو عامل مهم لتجاوز أي مرض قد يتعرض له الإنسان نشكرك على تواجدك معنا اختصاص الطبي النفسي الدكتور عبد السلام الحكيم شكرا لتواجدك معنا ترجمة نانسي قنقر